حتى في مجال تغييب الحقائق شفنا اتهام اتحاد كورت السلة أصلوا عدل نظام الانتقالات وفرض رسوم بالملايين على نادي الزمالك عشان خد الدوري ليه عم عشان الآل ياخد فرصة ويجيب لعيبة وشفنا الدكتور مجد أبو فريقيا عرضنا لكم لما عمل أكثر من مداخلة وقال اللاحة محطوطة من السنة اللي فاتت والأندية كلها صوتت عليها بيبى فيها نادي الزمالك واللي اعترض وقتها كان نادي الاتحاد لأنه هو كان البطل وقال لما نادي الزمالك اعترض الأسبوع اللي فات ونادي الاتحاد دعينا الأندية نفسها تاني تعالوا اعودوا نشوف النظام مجلس دارة الاتحاد بعد اجتماعه مع الأندية الأندية بالأغلبية الساحقة بتوافق على ابقاء اللايحة كما هي ها الستاشر نادي دول كلهم بجمله الأهلي بيبى فيها نادي الزمالك لا الزمالك والاتحاد فقط هم المتحفزين دلوقتي دلوقتي احنا بنتكلم على السنة اللي فاتت اللي فاتت عدت لكن المرات اول امبارح عشان دلوقتي هو الزمالك هو المعترض بالضبط الدكتور مجد أبو فريقه قال للأندية ان الأندية لم تعترض على مقترح اللايحة اللي تم عرضه في ديسمبر من العام الماضي باستثناء نادي الاتحاد وقال انه حرصنا على الاستماع لمندوب الأندية كلهم مناقشة كل المقترحات وملاحظاتهم بشأن اللايحة قبل التصويت على امكانية تخفيض قيمة الرسوم او التعامل معاها حسب ما الأندية تشوف قال انه صوت ممثله الأندية على المقترحين السابقين واتفق أغلب الحضور على عدم تعديل أي بند من بلودي اللايحة انا اه اللي فات كوم اه وديل واحدة أنا معترض عليها اه انت حطيت لايحة اه ما تجيش تلم الأندية عشان تعدلها عشان تعدلها وانت تعلم تعلم اه انت بتدي لنفسك سابورت بس او انت بتدي لنفسك سابورت ناسين ده منطقي ما هونين اللي حيدفع الاتحادو زمالك وربما اذا كان ينطبق الأمر على الآل في موضوع المرتبط ما عرفش اذا كان ينطبق ولا ما ينطبقش انما اذا كان انت حطيت نظام هيحتاج عليه اللي حيدفع وحيقيده اللي حيقبض او اللي انت حتوزع عليه فالغطاء الذي يحتاجه كل متخص قرار لن تبقى قوي انت خدت القرار ده قبل الموسم حتى لو انت عايز تلغي حتلغي السنة الجاية مش السنة دي يعني يفرد الاندية قالت لك كده يبقى انت حطيت لايحة عشان تقول الاندية بس هو حاب يقولك يعني ده الرأي بقى يا عم ما هو الرأي ما هو أصلها بالطبيعة كده الاندية اللي حتدفع اللي حتحتاجه خلينا برضو منطقيين يعني مين النهاردة حيدفع اللي هو اللي هيدفع الزمالك ثم الاتحاد ثم الاهلي ثم الجزيرة كل نهادي حسب احتياجه ده اللي أنا أصدق عليه بس بحسب حجم الاستفادة والضرر هتجد لأكسر المضارين هم إذا كان هناك ضرر لكن انت لو انت جيت السنة اللي فاتت سألت الزمالك لان اللي كان محتاجي كان مين للاتحاد واللي كان موافق طب اسمع بقى تاخد البطولة وتدفع على 4 مليون جنيه حيقول لك يا ريت 4 مليون جنيه ده طبعا هناخد البطولة ودفع على اللي انت عايز لكن بعد ما بيحصل موضوع بنرجع نفتكر المعايير ما هدي قضيه هي قضيه القرن هو بعد يفكر المعايير اللي ممكن يستفيد منها لو اتعاملت الطريقة الفلانية كانت تفيدني أكتر هو ده المعايير الغلطة اللي اتخذ قبل كده ما ينفعش القصر الراجعي فيه ان احنا نحط الحاجات اللي صالحنا عايز اي حاجة اقول في المستقبل خش اتكلم على المستقبل عشان كلنا يبقى الفير هنا انت شعرناك انت نادي هتستفيد في اللي جاي وحبقى فريق يكرر بطولاته يبقى اعتارد انما النهاردة اللي فات لا يحترم لابد النظام اللي يتحط في بداية الموسم يحترم وما حد الشعبس فيه عايز تعدل اعدل على الموسم الموسم الجاي في قبل ما يبتدي دلوقتي يعني اذا كان النظام ده ثابتا خطأوا ها يبقى انت تقولي السنة جاي نلغي لكن كون الاندي اقرته تاني لا عايزا بالضبط بس